كابتن وليد يعني بعد هدف سينمائي من الطائم مرتدة فيها مجهود فردي لا يتكرر الحقيقة في عالم كرة القدم كثير لكن استطاع لها يعود وفي الشوط الثاني يعني يتغلب بربعي أبو علي يعني أنت سألت يعني سألتني عن الهدف وأنا يعني أتكلم عن الهدف قبل أن أتكلم عن المهارات صراحة ما شاء الله عليك يا أبو علي ولكن الهدف هذا أنا أشوفه من الحين في الصدارة الأجمل من بداية الدوري لحد الآن هدف بمنساء صراحة يعني مرن الخط المنتصف والجري السريع وتحكم في الكرة والمراوغة وتزيد في الزاوية البعيدة هدف مثل ما قلت ما يتكرر صراحة يعني هذا تشوفه من تم موسم يمكن حتى بالموسم ما تلقاه له الهدف يمكن كم وسم تلقاه نفس هذا الهدف أموماً مباراة اليوم أنا أعتقد يعني ثلاث نقاط كان جداً مهمة من مكاسب مباراة اليوم عودت في المين والله دا كان مفتقد إلى كيسية في وسط الملعب في المباراة الماضية اليوم تواجد كيسية كثقل كبير في وسط الملعب كذلك رياض محرز وتحركاته دائماً لما رياض محرز يلعب يعني بمستوى بسيط جداً يعمل فارق فما قالك لما يلعب في مستوى العادي لحد الآن رياض محرز لحد الآن مو هذا رياض محرز ولكن اليوم تحركاته أثمرت في هجمات ناد الأهلي ولكن على المستوى الجماعي غاب عن ناد الأهلي لأن المستوى الجماعي دائماً يخضع إلى أداء المهام الدفاعية والهجومية بما يحدث في المباراة على المستوى الدفاعي الأهلي يعني يختبر بسرعة بهدف عليه يعني اليوم الطائل اليوم ما عنده إلا طريقة الارتداد السريع أو اللعب على الكرة المكتدة في المساحات سواها مرة واحدة عن طريق بمساءة آخر الشط الأول فما قالك لو فريق يكون مثلاً تنظيمياً دفاعياً يعني ما يسجع عليه أهداف وما يعطيه فرص لفريق الأهلي ويستغل المساحات سيعاني الأهلي في كرة واحدة سجل الطائل ولكن جودة لعبين الأهلي حسمت المباراة لا تكلم عن المستوى الجماعي لأن النادي الأهلي ليس هذا النادي الأهلي بتواجد هذه العناصر يمكن غياب إيبانيز في التنظيم الدفاعي أثر بشكل كبير ولكن النادي الأهلي في كل مباراة على الجودة والعناصر الموجودة في الفريق يجب أن يكون حاضر على المستوى الفني سواء في التكتيك الدفاعي وتكتيك الهجومي وتكتيك الجماعية هذا المفروض الفريق الذي تقدر أنك تحاسبه أنه لم يقدم مباراة ولكن الجودة والعناصر والمهارات وتحركات محرز وعودة في المينيو وتواجد كيسي حسمت المباراة مباراة للأهلي وعودة لك النادي الطعام